قال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الشؤون الكهرباء والماء إنه انطلاق من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بضمان جودة الخدمات الكهرباء والماء لصيف 2017 فقد تم عمل اللازم لتلبية الطلب المتنام على الكهرباء والماء لهذا العام وأكد أنه لم يتم الإضرار لقطع التيار الكهربائي على مناطق المملكة سواء بالقطع المبرمج أو القاطع الاضطراري على الرقم من تزايد معدلات الحمل الأقصى في أشهر الصيف بمعادل يزيد عن الضعف مشيرا إلى أن الأحمال القصوى في صيف هذا العام في تزايد مستمر بسبب موجة الحر وارتفاع الرطوبة في أشهر يوليو وأغسطس منذ بدء صيف عام 2017 وكانت القدرة الانتاجية المتاحة من محطات الانتاج تفوق الحمل الأقصى للكهرباء ولفت الوزير ميرزا إلى أنه في السنوات الأخيرة تم تحقيق انخفاض كبير في الانقطاعات الكهربائية وكذلك تحسن في متوسط فترة رجاع التيار الكهربائي حيث سجلت نسبة التحسن بواقع 71% في ثلاث سنوات الماضية هذا ويشير إلى سرعة تجاوب وفعالية فرق الصيانة والطوارئ تیکسمن ثم نمي تربى تلك المصادull سمت محطة ترجمة نانسي قنقر شكرا